بعض الناس شغالين بيسخروا بيسخروا من قناة سويس وبيسخروا من الإجراءات اللي تمت حتى الآن بقول يعني إحنا في إجراءاتنا اللي إحنا بنعملها دلوقتي ده الإجراءات اللي في أي مكان في العالم هعملوهم مش هعملوه أكتر من اللي إحنا بنعملوه وإحنا واضحين جدًا مفيش حاجة نخبيها الدليل على ذلك في صحيفة التليجراف البريطانية مشرت موضوع مهم جدًا قالوا فيه هجموا فيه السخرين التليجراف أهو ده أول صورة خلينا أقوم لحضراتكم بيقولوا الصحيفة اللي بتقول بنلقي نظرة على التقنيات لإنقاذ الرئيسية المستخدمة لتحير السفينة والمدة من المحتمل أن تستغرق العملية بيقولوا أدي طرفي السفينة الأمام والخلفي يحملان على ضف القناة فين هي أهو أدي السفينة أهو ده صحيف التليجراف البريطانية بالمناسبة الكلام اللي كنت بشرحه من شوية تقريباً الصحيفة بتقول أهو نفس الكلام أدي المركب الطبيعي إن أنا قاطرة هتزق هنا وقاطرة هتزق زي ما قلتلكم عشان أزبط أعيدها تاني إلى المجرى في النص فبيقول إنه الناس صحيفة التليجراف اللي بتقول الناس جابوا الصورة دي تحت الكراكة دي وقالوا إن الكراكة دي هي اللي بتشيل الطربة من تحت المركب وشايفينه المركب عملاقة إزاي لإفرجرين قد إيه والوينش دا والرافعة دي صغيرة قد إيه يعني الناس تدولتها على وسائل التواصل الاجتماعي بسخرية على إن دي إمكانية مصر لكن التليجراف البريطانية بتقول إيه بتقول بس الناس للأسف ما شافوش جدا اسمه إيه أبراهيم ما شافوش القاطرة دي اللي هي مشهور مشهور دي على اسم مشهور أحمد مشهور اللي كان رئيس خاند سويس دي مشهورة هي يا جماعة يعني دي القاطرة اللي بتشتغل اللي الناس ما جابوش صورتها جابوا صورة الرافعة الصغيرة وقاعدوا التريق علينا مين اللي بيدافع الدلي تليجراف البريطانية بيدافعوا بيقولوا يا جماعة ده سخرية في غير موضعها وسخرية في غير محلها هات يا براهيم بقيت الصور لو سمحت ده اللي أنا بقوله لكم ده من الدلي تليجراف وهما بيتكلموا على أهو بيتكلم بيقول قدل المركب أهو قدل المركب وإحنا بنحاول نشيل أهو ده اللي احنا بنحاول نشيله احنا أهو قدل مياه قدام حضراتكم احنا المركب دخلة في الرمل هنا ودخلة في الرمل هنا احنا نعمل حاجتين دلوقتي بيقول هنحاول نزق المركب من هنا ونحاول نزق المركب من أحد تاني اللي اتنين عشان قعد المركب فيه ده الرسم الكروكي للقناة ودي قدامكم فيه مية تحت لكن القصة كلها الشخطة في الحتة دي فيه الشط من هنا وفيه الشط من هنا أيضا كمان غيره أبرهيم نبسوا معكم ادي العملية اللي شغالها دلوقتي اللي بتكلم على الفريق اسامة زي الديليميل اللي شرحتها قالوا يا جماعة اللي مصر بتعمله ده خلاص للتقريق الديلي اللي مصر بتعمله هو ما يجب أن يتم عمله لا أكتر ولا أقل احنا عملية التكريق تمت اهو اللي هو بيشيل وبعدين عملية شد بالقاطرات بتاعتنا عندنا 9 قاطرات شغالين بيشدوا اهو عكس عكاس يعني واحد بيشد يمين واحد بيشد شمال عشان أخلي المركب ترجع بدل مهم عرضة ترجع تبقى في النص دي القصة هاتلي آخر صورة عندك لو سمحت آخر سيناريو اللي أنا بشرحه لحضراتكم لكالفريق وسامة بشرحه معنا إن احنا نبدأ نخفف الأحمال نخفف الأحمال دي كونتينر دي حويات أهيه فهجيب رافعة هي هذه عندي طبعا هو هنا متخيل التليجراف إن هعمل رصيف واجيب كرين ويبدأ يفرغ دوت موجود على مركب هيبقى موجود على مركب يعني هنجيب مركب تقف جنب المركب دي عليها الرفعة دي تبدأ تاخد الحواد زي ما هو شايف كده من هنا تحطها فين هو هنا متخيل كروكي إن هيحطه في الأرض طبعا ما عنديش هنا رصيف وما عنديش إمكانيات لكن عندي مركب الفريق أسامي قال بنجيب مركب من برة دلوقتي تقوم بهذا العمل المركب عليها الرفعة الرفعة تشيل الحوايات أهو بيشيل أهو ده الرسم كروكي بيشيل يحط في مركب تانية فيقوم يخالف في الأحمال يشيل له 8000 كونتينر مثلا زي ما بقول في حوالي مثلا 4-5-6 أيام حسب نسبة التفريغ أو الحركات وعندي لو عندي مركب واحدة فيها رافعة واحدة غير مركب فها رافعتين وممكن يبقى مركبين بأربع رافعات بيشيلوا من هنا ومن هنا عشان يحصل اتزان والمركب ما حصلش فيها خلل ده شرحته ودافع عن الموقف المصري صحيفة الديلي تيليجراف البريطانية